اشتركوا في القناة اكتر بدر محمد عادل عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقدير المؤسسة للعمل الدؤوب الذي تقوم به السلطة القضائية ووزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف لتعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين سيما مع دخول أبرز وأحدث النظم التشريعية في مجال العدالة الإصلاحية للأطفال حيز النفاذ باعتباره قانونا قد جاء محققا ومراعيا لمصالح الطفل الفضلى في مراحل الدعوة الجنائية كافة